بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي الطلباء السلام عليكم موضوعنا اليوم يندرج ضمن مجال التخصص الوظيف للبروتينات الذي يهدف هذه المرة إلى إظهار التخصص الوظيف للبروتينات في النشاط الأنزيمي الإشكالية المطروحة ما هي العلاقة بين بنية الأنزيم ووظيفته للإجابة على هذه الإشكالية نقترح عليكم الدراسة التالية أجزاء منها مأخودة من موضوع باكالوريا 2008 تمثل الوثيقة واحد تغيرات تركيز الأكسيجين في وجود الجليكوز أو الفركتوز بإضافة إنزيم جليكوز أكسيداز في درجة حرارة ودرج pH تابتتين المطلوب حل للوثيقة وماذا تستنتج نتابع معا تحليل الوثيقة يمثل المنحنة تغيرات تركيز الأكسيجين في وجود الجليكوز أو الفركتوز بإضافة إنزيم جليكوز أوكسيداز قبل إضافة الأنزيم نلاحظ أن تركيز الأكسيجين يبقى تابت ومتساوي بالنسبة لكل من الجليكوز والفركتوز بعد إضافة الأنزيم في وجود مادة الفركتوز يبقى تركيز الأكسيجين تابت وهذا لعدم نشاط الأنزيم في وجود مادة الجليكوز نلاحظ تناقص سريع لتركيز الأكسيجين فالأنزيم الغليكوز أوكسيداز يؤثر على الجليكوز كمادة التفاعل ولا يؤثر على الفركتوز نستنتج إذن أن الأنزيمات تتميز بتأثيرها النوعي اتجاه مادة التفاعل تلعب الأنزيمات دورا أساسيا في التفاعلات الكيميائية التابعة لمختلف النشاطات الحيوية للخلية من هدم وبناء تمثل الوثيقة الثمين معادلتين تظهران تفاعلين من تفاعلات الأكساد الخلوية الغليكوز زائد أكسيجين في وجود غليكوز أوكسيداز ينتج عنه حمض الغليكونيك زائد ماء أكسيجيني الغليكوز في وجود الهيكزوكيناز والأتيبي ينتج عنه غليكوز مفاسفر المطلوب ما هي المعلومات التي تقدمها لك معادلات الوثيقة الثمين حول النشاط الأنزيمي نتابع معا في المعادلة الأولى يعمل أنزيم غليكوز أوكسيداز على أكسادة الغليكوز في وجود الأكسيجين إلى حمض غليكونيك وماء أكسيجيني فهو تفاعل أكسادة في المعادلة الثانية يعمل الهيكزوكيناز على فسفرة الغليكوز في وجود الأتيبي فهو تفاعل الفسفرة إذن في كل تفاعل يوجد تخصص متعلق بمدى التفاعل وتخصص آخر متعلق بنوع التفاعل المعلومات التي يمكن الخروج بها أن تعطير الأنزيم نوعي له تخصص بالنسبة لمادة التفاعل وتخصص بالنسبة للتفاعل فتخصص الوظيفة مزدوج يمكن كذلك التأثير على نفس المادة بأنزيمين مختلفين السؤال المطرح الآن أين تترجم هذه النوعية على مستوى الجزئي للأنزيم للإجابة على هذا السؤال أقترح عليك الوثيقة ثلاثة والتي تمثل مرحلة من مراحل تشكيل المعقد أنزيم مادة التفاعل تم تمتيلها ببرنامج الغستوب المطلوب قدم رسما تخطيطيا مبسطا مدعما بالبيانات المشار إليها بالأحرف تبرز فيه المرحلة الموالية للشكل المقابل الرسم التخطيطي المقترح معروض عليكم على الشاشة تبين الوثيقة أنزيم قبل ارتباطه بمادة التفاعل يظهر الأنزيم بالأزرق ويحتوي على تجويف الذي يشكل الموقع الفعال ومادة التفاعل تظهر بالأحمر المرحلة الموالية تتمثل في تجادب الأنزيم بمادة التفاعل وارتباطها يشكل معقد أنزيم مادة التفاعل يلعب الموقع الفعال دورا أساسيا في التخصص الوظيفي للأنزيمات المطلوب حدد الخاصية البنيوية لهذا الجزء الخاصية البنيوية للموقع الفعال يتميز الموقع الفعال ببنية فراغية تتكامل مع مادة التفاعل فيشكل معقد أنزيم مادة التفاعل يتشكل أثناء حدوته روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل والموقع الفعال لتوضيح العناصر المشاركة في تشكيل الموقع الفعال نتابع معا الوثيقة ربعة يمثل الشكل واحد للوثيقة الربعة الأحماض الآمنية التي يتشكل منها الموقع الفعال لأنزيم كاربوكسي بابتيداز بينما الشكل الثنين يبين البنية الفراغية للأنزيم في وجود مادة التفاعل تم تمتيلها بواسطة برنامج الغاستاب المطلوب ما هي المعلومات التي تقدمها لك هذه الأشكال نتماعا معا في الشكل واحد نلاحظ أن الموقع الفعال يتكون من ستة أحماض آمنية نذكرها الهيستيدين رقم 69 حمض الغلوتاميك رقم 72 اللغجينين رقم 145 الهيستيدين رقم 96 التيغوزين رقم 248 حمض الغلوتاميك رقم 270 لاحظ معي هل هذه الأرقام متسلسلة في البنية الأولية؟ لا هي غير متسلسلة إذا كانت غير متسلسلة في البنية الأولية هل هي متباعدة في البنية الفراغية؟ نلاحظ معا عن الشكل الثنين تظهر الأحماض الآمنية متقاربة تماعا في ألوان الأحماض الآمنية منها من يظهر ملون بالأزرق فيمثل موقع التحفيز البعض الآخر ملون بالأصفر يمثل موقع التثبيت ففي البنية الفراغية للموقع الفعال موقعين موقع التثبيت وموقع التحفيز وهذا ما يكسبه الخصوصية المزدوجة فصفة النوعية مرتبطة بهذين الموقعين إذا تسألت عزيزي الطالب كيف تمكننا من الحصول من تعرف على الأحماض الآمنية المكونة لموقع الفعال يكفي أن ننزع أحد هذه الأحماض الآمنية فيتوقف النشاط الأنزيمي وإذا نزعنا حمد آميني آخر خارج عن هذه الأحماض الآمنية لا يؤثر عن عمل الأنزيم يبقى التساؤل كيف يتم ارتباط الأنزيم بمادة التفاعل ليشكل معقد أنزيم مادة التفاعل للإجابة على هذا السؤال أقترح عليكم الوثيقة خمسة يمثل الشكلان ألف وبا الموقع الفعال للإنزيم السابق في وجود وغياب مادة التفاعل تم تمتيلها بواسطة برنامج الغستوب المطلوب ألف قارن بين الشكلين ألف وبا با استنتج تعريفا للموقع الفعال جيم لخص طريقة عمل الإنزيم دال مثل برسم تخطيطي طريقة تأثير الأنزيم على مادة التفاعل ألف المقارنة بين الشكلين ألف وبا في غياب مادة التفاعل تأخذ الأحماض الآمنية المشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية متباعدة في وجود مادة التفاعل تأخذ الأحماض الآمنية المشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية متقاربة نحو مادة التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدود التفاعل تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مدى التفاعل إنه التكامل المحفز من هذه المعلومات يمكن تقديم الآن تعريفا للموقع الفعال الموقع الفعال هو جزء من الأنزيم يتشكل من عدد قليل من الأحماض الآمنية محددة وراتيا عددا نوعا وترتيبا ذات أرقام غير متسلسلة في البنية الأولية ومتقاربة فضائيا له القدرة على التعرف النوعي على مادة التفاعل ننتقل الآن إلى الإجابة لسؤال جيم تلخيص طريقة عمل الأنزيم نأخذ كمثال تركيب سكر الحليب أحد مكونات الحليب عند التديات تتم طريقة عمل الأنزيم بحدود تكامل بين الموقع الفعال للأنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة والتي تحفز الأنزيم لتغيير شكله فيصبح الموقع الفعال مكملا لشكل مادة التفاعل إنه التكامل المحفز الناتج عن تشكل روابط ضعيفة انتقالية بين مادة التفاعل والأحماض الآمنية المشكلة للموقع الفعال فيحدث التفاعل ينفصل بعدها ناتج التفاعل ويسترجع الأنزيم بنيته الأصلية الرسم التخطيط المقترح لطريقة عمل الأنزيم ممثلة كما يلي E الذي يمثل أنزيم اللاكتوز سنتاز زائد S1 الغليكاز زائد S2 يمثل جالاكتوز يعطينا ESA S2 معقد أنزيمة التفاعل والذي ينتج عنه E plus P بناتج التفاعل وهو اللاكتوز نتوصل الآن إلى الخلاصة حول الأنزيمات في الأنزيمات هي بروتينات يتم تركيبها على مستوى الخلية انطلاقا من معلومة وراتية فهي جزيئات ضخمة تتكون من سلسلة أو أكثر بيبتيدية بإمكانها التأثير داخل الخلية أو خارجها تقوم الأنزيمات بتنشط أنواع مختلفة من التفاعلات تركيب تفكيك تحويل جزيئة تعتبر أنزيمات وسائط حيوية بيوكاتاليجا تعمل على تسريع التفاعلات الكيميائية الحيوية بشروط محددة من pH ودرش الحرارة تتميز بتأثيرها النوعي اتجاه مادة التفاعل وتأثير نوعي لنوع التفاعل بهذه الخلاصة يكون قد اكثمل موضوعنا لنهار اليوم كما أقول دائما من جد وجد ومن زرع حصد أعزائي الطلبة أترككم في رعاة الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر